العملية الرابعة صفحة 32 في 5 واحد قامت المؤسسة بسحب مبلغ 120 ألف ريال من البنك وتم وضعه بصندوق المؤسسة والمطلوب إعداد معادلة المحسبة وقائمة المركز المالي نلاحظ أيضا أن هذه العملية تؤثر فقط على جانب استخدامات الأموال حيث أن البنك كأحد الاستخدامات سوف ينخفض بينما يظهر استخدام جديد وهو الصندوق الذي يتم إداع المبلغ به فأولا نلاحظ انخفاض المبلغ الموجود لدى البنك من 450 إلى 330 ألف ريال نتيجة سحب مبلغ 120 ألف ريال منه وكذلك نلاحظ زيادة أو ظهور رصيد للنقدية بالصندوق بالمقدار المبلغ اللي هو 120 ألف ريال ليظهر استخدام جديد باسم الصندوق أما جانب مصادر الأموال اللي هو يتمثل في الأساس في رأس المال فلم يحدث به أي تغيير سواء زيادة أو نقصان بناء على ذلك فإن معادلة المحاسبة وهي الأصول تساوي الخصوم زايد حقوق الملكية أولا بالنسبة للبنك كان المبلغ الموجود به في العملية السابقة 450 ألف ريال تم سحب مبلغ 120 ألف ريال منه فيصبح رصيده الجديد 330 ألف ريال وظهر أصل أو استخدام جديد وهو الصندوق بالمبلغ اللي هو 120 ألف ريال التي تم سحبها من البنك ثم أما المباني وكذلك العدد والآلات فهي لم تتغير عن العملية السابقة المباني كانت بـ 100 ألف ريال والعدد والآلات كانت بـ 250 ألف ريال البند الجديد الذي ظهر في هذه العملية هو الصندوق وحدث به زيادة هي نفسها النقص الذي حدث في البنك أما جانب مصادر الأموال فالخصوم مازالت غير موجودة وحقوق الملكية تتمثل فقط في رأس المال وهو مبلغ 800 ألف نلاحظ أن الجانب الأيمن مجموعه يساوي 800 ألف هو نفسه مجموع الجانب الأيصر نلاحظ أن هذه العملية أثرت فقط على جانب واحد فقط من معادلة المحسبة وهو جانب الأصول حدث نقص في البنك وحدثت زيادة في الصندوق وبنفس المقدار 120 ألف ريال وهكذا فإن المعادلة أيضا متوازنة عقب العملية الرابعة ويجب أن تظل متوازنة عقب جميع العمليات بعد ذلك نقوم بإعداد قائمة المركز المالي أو الميزانية والتي تأخذ شكل حرف T T يقسم الورقة إلى جانبين الجانب الأيمن نخصص بها عمود للأرقام وكذلك الجانب الأيصر نكتب الميزانية في يوم خمسة واحد ننقل الجانب الأيمن من معادلة المحاسبة إلى الجانب الأيمن من الميزانية وكذلك الجانب الأيصر الأصول والخصوم محقوق الملكية بالنسبة للخصوم محقوق الملكية فلا يوجد بها إلا رأس المال 800 ألف ريال وهو مجموع مصادر الأموال ويجب أن يكون مجموع استخدامات الأموال نفس المبلغ نلاحظ كالآتي 330 ألف حساب البنك كان به 450 تم أخذ مبلغ 120 ألف ريال منه فيصبح رصيده الجديد 330 ألف بعد ذلك الصندوق به 120 ألف التي تم سحبها من البنك ظهر وهو بيعتبر استخدام جديد بينما أن المباني والعدد والآلات كانت كما هي 100 ألف و250 ألف الإجمالي 800 ألف هو نفسه استخدامات الأموال نلاحظ كما سابق ذكره في العمليات السابقة أن استخدامات الأموال تتساوى مع مصادر الأموال ترجمة نانسي قنقر